اكد سعدة سيد جمال محمد فخرو النائب الاول رئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشاركة في اعمال الجمعية العامة الخامسة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي اكد حرص واهتمام السلطة التشريعية بمملكة البحرين على بناء علاقات برلمانية وشراكات فاعلة مع المجموعة البرلمانية لدول البحر الكاريبي وامريكا اللاتينية جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مع المجموعة الجيوسياسية لدول البحر الكاريبي وامريكا اللاتينية في الاتحاد البرلماني الدولي واوضح سعدة سيد جمال فخرو ان السلطة التشريعية بمملكة البحرين ترحب بفتح افاق من التعاون البناء والتنسيق المشترك مع المجموعة البرلمانية لدول البحر الكاريبي وامريكا اللاتينية والعمل على توحيد الرؤى تجاه الموضوعات التي تطرح في المحافل البرلمانية الدولية وقدم فخر إجازا حول استعدادات المملكة لاستضافة أعمال الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي خلال شهر مارس من العام المقبل وكذا الحرص على تقديم كافة التسهيلات للوفود البرلمانية التي ستأتي للمملكة من أكثر من مائة وسبعين دولة من جانبه أعرب سعدة السيد بلاس لانو رئيس المجموعة الجيوسياسية لدول البحر الكريبي وأمريكا اللاتينية في الاتحاد البرلماني الدولي عن الفخر والاعتزاز باتخاذ خطوات عملية لتعزيز العلاقات البرلمانية مع مملكة البحرين مؤكدا الدعم والمساندة للمملكة في استضافتها للاجتماعات المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي